مرحبا تحياتي ما بهمني كديش عمرك او عمرك ما بهمني شو حالة الام الرقب اللي عندك بهمني انه تعطوا من وقتكم تلات دقائق في اليوم فقط في الفترة الصباحية تعملوا لي هذه الحركة تعملوا لي اياها لمدة تلات دقائق فقط لا اكتر ولا اقل اول حركة بدي تعملوا لي اياها ليه بتكم تلفوا عاليمين وعا شمال مع رفع الاكتاف للاعلى ممكن تلاحظوا والاكترية هتلاحظ انه في جهة اكتر من جهة فبظنع حاول بدون ما اعمل اي ضغطات او اي شي فقط يمين شمال الحركة التانية تحط ايدي على صدري اللي اتبط العضلات الصدرية واعمل هاي الحركة فقط انه طلع للاعلى وانزل وانزل بالاسفل لما انزل انزل بالطريقة هاي اشد وانزل واكرر هاي الحركة واكرر التمرين الثالث بدي ارفع الذان للاعلى بطريقة هاي احني الرقبة وعا الجهة التانية بطريقة 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 للاعلى وكرر هاي الحركة عدة مرات الحركة اللي بعد هوا اللي هي الحركة اعمل عملية انزلاق للفقرات العنوفية العلوية وعيادة اصطفاء فقط اعمل بالطريقة هاي شوي شوي اتدرب احط امرأي قدامي اللي اشوف وضعية الرقبة المتقيمة وظن اكرر بطقنها فقط هاي الحركات اعملوا لي اياها ثلاث دقائق يوميا فطم الصباحي وبعدين راجعوني تحياتي لكم دكتور محمود السوس دكتورة في العلاج الطبيعي والتأهيد مرحبا تحياتي العصب الحائر اذا حفزنا بنزيد حركة الرقبة وبنخفف من التشنجات العضلية قبل ما نعمل هاي الحركة بنعمل فحز كديش بنحن رقبتنا 45 درجة اليمين والشمال بعدها برفع ايدي بالطريقة هاي بوضع ايدي على راسي لثبت عضلات الرقبة وثبت الراس وفقط اقوم بعمل ان اطلع على الجنب للأعلى وثبت في الوضعية هذه بحركات عينية بدون مؤازيح راسي لمدة 30 ثانية او لما اتعب بعدين برجع عينية طريقة مستقيمة بريح لأربع خمس ثواني وبعدين برجع على الجهة المقابلة برفع عينية بالطريقة هاي وبدلني شادد شادد اللي اشعر لحد ما اشعر في التعب في هاي الحالة برجع عينية للأمام بعيدها للحركة ثلاث مرات ثلاثين ثانية على اليمين للأمام ثلاثين ثانية على الشمال ثلاث مرات بعيدها وبعدين برد عمل فحص وبشوف كديش الانحناء في الراقبة واكتبوا لي في التعليقات هل زاد الانحناء هذا ولا لا اذا شفتوا انه في تحسن في الانحناء ها في هاي الحالة كرروا هاي الحركات مرتين لثلاث مرات في اليوم هذا هيخفف التشنجات لانه بصراحة هذا تحفيز العصب الحائر اللي حينزل الضغط وحينزل التشنجات وحينزل ارتفاع الكورتزول والكوليسترول في داخل الأوعي الدموية عدا عن تشنجات العضلات المسمن والألام ووجع الراس والألام الكولون العصبي والاريتب البول سندروم شكرا لكم تحياتي الدكتور محمود الصوس علاج طبيعي وتأكين الساعة العاشرة من مساء كل يوم اوضع صحن من الزبادة اوضع عليه نصف ملعقة من الخمير البلدية واوضع عليه نصف ملعقة من السمغ العربي وحركه وحط عليه ملعقتين من الليمون وملعقتين من زيت الزيتون وتركوا لموعد الساعة 3-3.5 على الصحور اخذ هذا المكون هذا المكون يحتوي على البكتيريا الجيدة والمخمرة البكتيريا اللبنية كل فيتامينات بي واهمة فيتامين بي 12 فيتامين بي 1 اللي ضروري في عملية الحرك وبي 3 الفيامين تحتوي على مركبات لإنتاج السيريتونين وتهدي روع الكورتزول في الفترة الصباحية وبتخلينا نشبع ونحس بالشبع فترة اليوم كله وبنحبس المياه وبنحافظ على اللي ما نعطاش في أثناء اليوم وأحسن من هيك طريقة للتخلص من البلغم احتقانات الجيوب الأنفية احتقانات الحلق جفاف الحلق البلغم اللي فيه الريئتين وجع الراس ما بتلاكو ثلاث مرتبانات زي هيك هاي هذا المرتبان بناخدو ثلاث مرات في اليوم بنوضع عليه جنجر او الزنجبيل اذا كان فيه زنجبيل فريش حطو اربع شرائح من الزنجبيل اذا ما كان فيه ملعقة من الزنجبيل المطحون نصف حبة ليمون أخضر مع كشرها مخسولة ومقطعة على شكل بسيط وملعقتين من الزعتر أو الأوريغانو موجودة فريش موجود جاف بتحطوا ملعقتين من الأوريغانو الجاف واضافة للموضوع ملعقة من العسل الحر وبنضيف له المياه الساخنة وبنسكره بهذه الطريقة لمدة خمس دقائق نيجي على طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام هتكون ثلاث مرات في اليوم في الفترة الصباحية بعد الظهر وكمل ما ننام نفتح المرتبان فبتلاحظوا البخار اللي طالع إذا شايفين هذا البخار في بعض الأحيان بنصح الصباح ومنلاحظ آلام حدي في أعلى الرقبة مع الراس هذه الآلام عضلية وتشنجات فبدي أعملها تمارين بسيطة خفيف أدير وجهي للجهة المعاكسة بحط إيدي وبصيري شوية شوية أسحب بدون آلام أوقف ثلاث ثواني في شد الرقبة وأرخي وأكرر هذه العملية مرتين ثلاث بعدين أحط إيدي وراء ظهري بحركة تسهيل حركة الكتب وبعدين التمرين الثاني بصير أعمل عملية التفاف شوية شوية بدون إثارة للألام وهذا التمرين بيكون آخر تمرين بسويه برجع رأسي للخلف وبوقف في هذه الوضعية خمس ثواني ست ثواني ثلاث ثواني كنت ما أقدر أتحمل وبعيد تكرار هذه العمليات كمان مرة ما دمت تساعد الناس وتصنع المعروف إليهم وتحسن إليهم وبشرك بثلاثة عطايا جاءت بالسنة النبوية يغفر ذنبك ويستر عيبك ويكشف همك ما دم تتساعد